قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفًا روى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء عربي فقال يا نبي الله إن لي أخاً وبه وجع قال وما وجعه قال به لمم قال فأتني به فأتاه به فوضعه بين يديه فعوده النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من آخر صورة البقرة وآية الكرسي وآية من آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو وبهذه قام وكأنه قد نشط من عقال فالحمد لله الذي جعل الشفاء في القرآن ترجمة نانسي قنقر